موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بي خير وعلى خير محبوبكم عندي في القناة يوما ان شاء الله هاد نشارك معكم وصفة سهلة وسريعة تحضير كما ولفتكم دائما يوما ان شاء الله هاد نديرو حريشات صغارين وبشكل جديد مش اللي وفناهم وكان ديروهم دائما اه اما الحشف الفران ولا بسبوسة ولا هاد نهار هاد نهار هاد نديرو حريشات مقليين في الزيت ومزوقين اه وتزيين بالكون فتور واللوز اللي يكون مهر مش خليكم معي باش نديرو المقادر عندي هنا يا خمسمية جرام ديال السميدة ديال الحرشة وغضي ندفوا عليها جوج ملايق كبار ديال السكر والقليل من الملح وانتو مهنا يا سميدة ممكن ديرو اه حسب اه عدد الاشخاص اللي بغيتو ممكن ديرو اقل ممكن ديرو اكتر غضي نخلط هالمكويلة مع بعبيتها وغضي ندف عليه آآ ملعقة كبيرة ديال آآ آآ زيت آآ زيت آآ المائدة وغضي ندف عليها جوج ملايق كبار ديال آآ آآ زيت آآ خاص ما تكونش آآ ما تكونش في تلاجاتكم في حرارة المطبخ وغضي نجمع هاد آآ سميدة غير بالاصابيع يعني غير غادي آآ آآ ديب ديسة ما خاص ما ديش نوجنا ما كانوا عجنوهاش نهائيا الحرشة كيما كانت مكنة عجنوهاش بالليد ديالنا كيما كتلاحظوا معي انا فقط كاجمعها بالاصابيع باش كتبقى سميدة باينها هاد ندخل فيه الزيت مديان وزبدة و كيما كاتشوفوا معي كاجي بحال هكذا ما كان ديرو فيها اللي خاميرات الحلويات ولا آآ آآ خاميرة فورية ولا حتى حاجة آآ وغضي نضيف عليها الماء وف هاد الوصفة ما غضيش نستعمل الحليب غضي نستعمل فقط الماء حتى غضي تجمع لياه مهم ما كان عجنوهاش دائما فقط الاصابيع ديالنا صراحة كالجيزوي هنا بزاف هاد الحريشة للمقليين في الزيت غير جربوهم ولا غاد يجبوكم ام وما كي اه ما كيجوش من الزيتين بحل ما بحل ما طيبنا همش في الزيت ولكن ما دق روعة روعة غير جربوهم صافي من بعد ما جمعناها غضي ناخليوها ترتاح شوية ما بين غاضي تشرب آآ داك المتج شوية قاسحة صافي على سطح العمل غضي نرش آآ آآ السميدة او الحرشة انا ما كان دي روش ديك سميدة رقيه قد ازداف لكي تكون نورمل ولا شوية غليضة من الاحسن وغادي نسرحو الحرشة ماذا ما نسرحوها شرقيقة بزاف آآ وكن خلوها شوية غليضة مهم انتم وكيف شو بغيتوهم من الاحسن ما يكونوش رقاقين بزاف وغادي نجيب آآ 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 غادي نجيبو القطعة وهذا اللي عندو آآ هاد القطعة من الاحسن آآ ولا اللي ما عندوش ممكن يقطع فقط غير بالكاس ممكن ديروهم صغر ولا كبار مهم الحاجم كما بغيتو هنتما ولكن بهذا الحاشم كيجي هو هادا كيجيهم زيانين آآ في الشكل وغادي نحاول آآ ما ننهزهمش آآ بيديه باش يبقوا باش يبقوا آآ آآ يبقوا مصرحين آآ يبقوا في شكل ديالهم وغادي نسرحوها بنفس طريقة ديال الوث وغادي نقطعهم آآ دوائر المهم البنات آآ ما دلش فيه الخامير الفورية يعني الحاجم آآ فيه غير الزبدة يعني ما كيزيدش في الحاجم بززاف ما كيتنفخوش بززاف من اللي كان قليوهم كيبقوا تقريبا في الحجم ديالهم وهذا اللي يبقى لغادي نجمعه الثاني المهم حتى كنا ننسليه كامل وهذا هو الشكل ديالهم من الأفضل ما كنقسوهم شبي يدينا باش كيبقوا في شكل ديالهم وكي يجي شكل زوين وراقي وهنا غادي نكونوا وجدنا الزيت تكون سخونة مهم ما تكونش طعيبة بزاف غير تسخن الزيت غادي نحطهم فيها إلا خلينا الزيت حتطي بزاف غفاشي غادي نحطهم ضغغية كيتحمروا كيتحركوا وما كيتيبوش مزيان مهم كنخليو الزيت غير تسخن غادي نحطهم ونخليهم شوية بشوية غير تحمروا وغادي نجيبو معلقة غادي نحاول ندير زيت كامل عليهم من الفوق باش كيبقوا في شكل ديالهم ما يجوش من فوخي من جيهة ومن جيهة مهم ما كيبقوا كيجو مقاعدين اللي غادي نحتها دروري غادي ندير اللي هزيت من الفوق ترجمة نانسي قنقر سوف ندوروهم بحالة هكا كيما كتشوفوا معايا كنا نحركوهم في الزيت ونقلبوهم مرة مرة بش يتحمروا لنا من جميع الجيهات اشتركوا في القناة غادي نستمروا هكا في تحريك ديالهم حتى كيتحمروا وغادي مقاوم قلبوهم حتى غادي تحمروا من جوج جيهات عاد كنحيدوهم وكان وجدوا اه تفصيل ولا اي حاجة وغادي نضروري من الورق اه الورق اه الغذائي او ورق المطبخ عفوا وغادي نحطوهم فيهم باش يشرب الزيت ديالهم وما كيجيش فيهم الزيت نهائيا نهائيا وتزيين كتبقى حسب الرغبة وكيما بغيتونتو ما انا هنا غادي نستعمل الكونفيتور ديال الفريز اللي ديجا وجدها عندي هدي ديال بدار خدمتها في الدار وجدها في الدار ورا كينا الغذائي ديالها اللي بغادي كينا عندي في القناة كحتى هاد الكونفيتور كتصدق مياه في مياه وكيجي زوينة بزاف هي باش كن نستعمل عندي في الدار في الوصفة ديالي حيث فعلا الحاجة ديال الدار ماشي ديال بحال ديال برا كيجي حتى في المداق زوين بزاف مهمة اهنا يا ما غاديش نديلهم كامي الكونفيتور ديال لونس من ديال لوش لحد كل واحد وكيفاش كي يبغيهم ممكن ديروا اي حاجة ممكن ديروا الكونفيتور ولا لاسل ولا تخليهم هكاك مهمة تزين دائما حسب الرغبة كل واحد وكيفاش كي يجبوا وغادي ندير عليهم الفوق اللوز يكون محمر ومهرمش ورا هم كيجيوا طيبين وكيجيوا زوينين زفول دادي في المداق وكيبغوهم الاطفال واحتى الكبار كيجبوهم وكيجيوا زوينين غير زربوهم ورا ما كي ما كيتفردوش في الزيت كي ما شفتوا معي كيجيوا يعني طريقة كيجيزوينة بزاف باش نبدلو شوية الحرشة ديال دائما وديال فران كيجيوا هكا مقليين كيجيوا حتى في شكل راقي وزوين وحتى في المناسبة ديال اعياد الميلاد مثلا كيجيوا زوينين هاكا صغار لوليدات كيجبوهم وانتمنى ان شاء الله هاد الوصفة ديال اليوم تنال اعجاب ديالكم واندي مازال ما اشتركش في القناة تشترك ودير تفعيل الجرس وخليوا لي كومنتير اللي اعجبكم المحتوى باش كنعرف القرأ ديالكم وشكرا على حسن المتابعة وان شاء الله نخليكم في امان الله الى فيديو قديم ان شاء الله اشتركوا في القناة